اضطررت إلى مواجهة مسار البغال الرمي مع منحدرات 30% كل يوم للوصول إلى المزرعة في وسط الخندق هنا في ريف نور موليس في جنوب شرق إيطاليا قررت تقليل الانزعاج الناجم على الانكماش المؤقت الضروري للانكماش الإطارات مفيدة لزيادة تماسك العجلات باستخدام ضاغط صغير محمول ببطارية قابلة لإعادته الشحن تسمح لي بإعادتها إلى الضغوط المثالية بمجرد الخروج من الحفرة أحد أكثرها شمرة هو الضابط صغير من شعومي وبالتالي حصلت عليه بنفسي لحسن الحظ قبل حشرها في أمعاء العناية الإلهية الناتجة عن صدء سيارتي في 127 مستكا التي لا يمكن إيقافها والتي تمه تجميعها بشكل لا يصدق في عام 1979 في مصنع لامبورغيني في سندغة بولوني شرعت في إجراء بعض الاختبارات في الواقع فقط بعد إجراء الإرجاع واستلام الاستغدال تمكنت من إجراء الإختبارات بنتائج إيجابية يوجد في الفيديو كل من إختبارات المضخة المعطلة وتلك الخاصة بمضخة العمل إنه ضابط هواء صغير محمول ببطارية قابلة لإعادة الشحن صغير الحجم مناسب الحمل مثال لتطليم عجلات الدراجات والسيارات والدراجات المارية أو الكراس والحصير وما شابه ذلك يحتوي على خمس مفاتيح وشاشة عرض ومستشعر ضغط رقم وبرامج محددة مستقل لتحديد الضغوط المثالية للسيارات والدراجات المارية والكراس بسرعة تحتوي العضوة على كبل أوه بي وحقيبة قماشية للنقل لا يتم تضمين مصدر طاقة ولكن يمكن استخدام شاحن أوه بي شائع للهاتف الذكي أو ما شابهه أحاول نفخ عجلة السكوتر باستخدام الإعدادات الافتراضية لها نظام التثبيت مريح للغاية في الواقع يكفي لفه على الصمام تظهر الشاشة أولا ضغط الإطار الحالي والذي يبلغ في هذه الحالة 1.2 بارد الضغط على الزر المركزي يبدأ تشغيل المضخة سوء الحظ بعد زيادة طفيفة في الضغط بدأ الإطار ينكمش حتى وصل إلى الصفر بارل وربما لا تعمل هذه العينة إذلك لإعادة الإطار تحت الضغط كان علي استخدام مضخة القدم التي لم تواجه صعوبة أحاول استخدام الضغط صابير مرة أخرى بعد نفخ الإطار بمضخة القدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة الآن يبدو انه يعمل بالواقع تمكنت من رفع الضبط من 2.3 بال الى 2.4 بال وتوقف تقائيا باستخدام المهيئ المرفقي احاول نفخ البالون الذي على الرغم من انه تكرون في البداية من نفخه الا انه يفشل في الضبط اشتركوا في القناة اذا في ضوء الاختبارين الفاشلين من المؤكد ان الضابط صابير معطل لذلك يشرعون في العودة في اليوم التالي لطلب الاستبدال وصل الضابط صابير البديل حتى قبل ان اعود الضابط المعيد لذلك شرعت في اختبار هذا ايضا بالاضافة الى الاعدادات الافتراضية من الممكن ضبط الضغط دويا في الواقع من الممكن الانتقال من 0.2 بار الى 10.3 بار لتغيير وحدة القياس من بر الى بي اي والعكس ما عليك سواء الضغط على زر الايمن من الناحية الموضوعية فان نظام تثبيت الصمام مريح للغاية ويتم تنفيذه جيدا قمت بتعيين ضغط التضخم الاختراضين للدراجات البخارية ابدأ المضخة اجران لان الانجوبة قصير جيدا فمن الافضل ان يكون الصمام قاربا قدر الانشان من الارض اذا كنت لا تردو في حمله الضابط صغير في يدك واتقن الاعدادات ادت المضخة الى رفع الضغط الى 2.4 بار وايقاف تشغيلها تأكد من ان وحدة الاستبدال هذه في حالة عمل مثالية احاول نفخ اطار دراجة كهربائية مفرغة اتماما من الهوائي احدد الاعداد الاضطراضي لدراجة اضغط على الزر المركزي لبدء المضخة اثناء انتظار اولئك الذين كانوا يتساءلون عما حدث لام ١٢٧ روستكا اقول انني شبسطة تحققت من سبب عدم قدرة جابريلا على تطبيق اي شيء باستقرام ضغطها الصابير الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منطقة صبير تخائيا اثبت الضغط صبير انا منتج جيد حتى لو كانت موثوقية مضخة القدم الجيدة لا تقبل المنافستة امل ان يكون فذا لك اذا لم تكن قد فعلت ذلك بالكعل شكرا بمشاركة التعليقات واجهاء الاعجاب والاشتراك في القناة شكرا لهذا الدعم أهلا